مساء النور ومساء الخيرات ومساء الأرزاق ورب يرزقنا ويرزقكم خير هذا اليوم ويبعد عننا وعنكم شر هذا اليوم أرحب بكم في برنامجكم مايفاميني عائلتي إن شاء الله يا رب تستفادوا مننا ونستفادوا أيضا من تجامل ربكم وخباراتكم كان هذا لنهار اليوم معنا ثلاثة أركان لولفتوها والرقن الأول اللي هو رقن مودة ورحمة رح يكون معي الأخي صائي والأستاذ الجامعي محمد فرجاني رح يكون معنا رقن بكلتنا بنينا مع الشاف طاطا نديا وصحية الشي اللي يختلف عن مطبخ مايفاميني والباقية أننا نطيبه صحي لا نشتهد في أطباق جديدة ولا في أطباق عربية بقدر من نحوصه إذا كان هذا كل طبق صحي باش ننوعوكم أنا شخصيا كثير من أطباق مايكاش أنا باني وش الفايدة دي أنا كنتعلم جدا أني ناكل صحي وكيفاش نطيب صحي طبعا مع شاف طاطا نديا معنا أيضا الرقن اللي كامل تتفعلوا معه وتتبهوا رسائلكم يلحقون عن هذا البرنامج واللي هو رقن طفني يتعلم كل هاد الأركان والتفاصيل اللي فيها نشوفوها بعد الفاصل قبل ما نروح نشوف الشاف طاطا نديا وش وجدتنا لناها اليوم تفكرت قصة وبغيت نحكيها لك هذا القصة يحكى أنه كان هناك شاب فقير قد وقد حانه وبغيت يتزوج وكان كل ما يروح يخطب واحدة إلا ما يقبلوش بعد ذلك كان هناك رجل حكيم في المدينة سمع بني هذا الشاب وانه يروح يتقدم يخطب ويمدروش بنتهم لأنه فقير هذا الإنسان كان فقط يروح يلقط كما نقوله يجيب الخضرة من المرشي ويعود لها البيع من بينها بصل وكذا بقايا وشير من الخضارين يعود لها من البيع بأسعار نخيصة فطرح هذا السيد الحكيم الطيب عنده بنت جاء اسمح هذا الإنسان الشاب الفقير اللي حاوش يتزوج قالوا أروح نعطي لك بنتي طرح ليه قالوا بالصح أنا ما عنديش وش نمد لها كمهر قالوا ما عليش جيب لها المهر ديالها كينو بصل فهذا الإنسان الطيب مد بنته لهذا الشاب الفقير بكينو بصل رحي للدنيا كما يقولوا تزوج بيها وجاب والد صغير وفي يوم من الأيام كباقي النساء هذه كل المرأة بغا تروح تشوف والديها بغا تروح تشوف باباها ويماها وهي رايحة كان هذا كان بين البيت ديال والديها وبيتها كان هناك نهر وطحت الشتاء ويحمل هذك الواد فسكان القرية داروا فقط ألواح ولا جسر باش يجوزوا على هذك الواد ويروحوا لبقية القرية وهو ما فوق اللوح هو كان شد ولده صغير وزوجته موراه زوجته زنقت طاحت فشاف فيها هكذا شد ولده وراحت قالها سلكي روحك يخيراني جايبة غرب كينو بصل هي سمعت هذه الهضرة وغاضها الحال وقعدت تحاول بينها وبين نفسها حتى طلعت من هذك الواد وراحت كي رحت البيت باباها ويناها حكيت لباباها قاتلوا يا بابا الراجل اللي في يوم من الأيام مديتني نيح وشرط مهر كينو بصل رهوا عير نيح وقال لي يخي جبت فيك غير كينو بصل هذك الانسان الطيب والحكيم غابوا الحال على بنته بعد مرور الثلاثية ده هذك الزوج يدي في مرته وابنه خرجني هذك الاب قال له ولدك يروح معك بنتي ما ترحش معك قال له له قال له إذا بغيت بنتي تروح معك مهرها هذ المرة كينو ذهب راح هذك سيد ده ولده صغير راضيع وراح وفي اعتقاده بني يلقى زوجة أخرى راح عاو الطاف كينو من القرية وين يروح ما يمدونوش بنته لأنهم عارفين هذك الرجل الطيب وعارفين كيفاش ربه بنته فخافوا من الدوله بنته هذك سيد حصل مع هذك الراضيع كيفاش يدير له مقدرش يربيه لأنه طربية الطفل راضيع صعيبة بدأ يخدم ويكافح ويتسلف ويتحه هنا وين هيك وبرد شبور وجمع مبلغ هذك كينو ذهب ودت كينو ذهب وراح لهذاك الزوجة الحكيم قال له هذي جبت لك كينو ذهب رجعت هذيك الزوجة وورحت هذيك الأم التحقت بالابن ديالها هو بنجعل في نفس المكان قدر الله تعود الطحشته ويحمل هذك الويد مجديد شدها من يدها وشد وليدهم وقاعد حارس عليها بس مطيحش قالها أرواحية غالية أنا نشدك هذي المرة هذي قلت لكم هذي القصة لأنه تفكرت هذاك مثلا يقول إذا أنت أكرمت الكريمة ملكته وإذا أنت أكرمت اللئيمة تذرده وتحيتنا لكل الأباء والأمهات اللي يزوجوا ابناتهم بمهر تعبرتها باش ابناتهم بيغيشوا لهنا ويحوسوا عليهنا وتحية للرجال اللي يقدروا هذيك المرأة وهذيك البنت اللي يجبوها بندار والديها وما يعيروهاش مهما كان الحال فقط أنا عزيتني هذه القصة وحبيت نشاركها لكم وكنت اوهدتكم بيها لأنه في يوم من الأيام كنت واقفة مع الشافتة نادية وشفت البصل وراهي بقابلت لي حبة بصل وقلت لكم فكروني نحكي لكم البصل إن شاء الله ما حال كان المهر ديالك باطا سري سري كان يعني الأب نوجه له تحية من هذا المنبر كان بزاف 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 سهل على الزوج يعني سهل عليه بزاف سحنا أعتقد باللي المهر ديالك كان بزاف أنا باني باللي الزواج اللي فيه باركة هو اللي المهر ديالك كونه لا لا حمد لله حمد لله حمد لله حمد لله يعني راني أكثر من بلاتيو كاتينس لزواج الله يبارك الله يبارك نحب بضيوف برنامج My Family اليوم أجل لكم وصفة صحية مئة بالمئة هو تاجين السلق تاجين السلق كان بزاف الناس ما تحبش السلق سيغطو الأطفال الأطفال ما يحبو السلق والسلق مملوء بالفيتامينات يعني عنده البوتاسيوم عنده المانيزيوم ويعني المرأة الحامل يعني مليح بزاف لها السلق نقطع حرقتنا هنا النساء الحوابل اللي راهم يشوفوا فينا أي شهر نراكي فيه شهر الأول الثالث الثالث الرابع أهلك ولا السلق إذا قدرت تأكله يوميا كنه يوميا السلق اشتناع طبيب أطحي طبيبك المنساء والتوهيد وتعطيك هذه البوتة حمضة الفوليك السلق يعادل هذه حمضة الفوليك وقدر الله في البرأة كتكون حامل جميع الأغذية اللي تكون بسيطة يقلوها الناس اللي يقوتهم اليومي هي الأغذية المهمة جدا للجنين الحمص، اللوبيا، النهدس، القرنطيطة، السلق، كل حاجة خضرة تأكلها هدو قحواج الخاص لكنهم عندهم تندة كبيرة على الجنين كيكون داخل رحيم نعم ومن بينها السلق السلق سلق أين ذكي يحصله من الب BET Bringing powers ينظر و تنظر و تعود ثم قرارت تقف? أغسل ثاعة أغسل ثاعة صحة نحن نciasك تروا حديث توجود السلق لن يتكنين بعد البيتراكي صح يجب أن يغسل الملاح ثلات خطرة ، ثلاثة خطرت أخطره reflect صغير ضعه في مقلاق كما تغلى الناس لنغوليها يغول bargaining قطعه وضعه في مقلة وضعه من زبداء وضعه في طوله وضعه في مقلة ثم وضعه أكثر لديك تغنية معلومة بالخلصة تجد ملحة و ملحة و تجعله يدبال باستخدامه و تنميه تدخل المولا مولا كاك و تنتجه في الملحة و على سنوة و تتحديد تشديد حمام سواء سواء حمافروم و تدخل نضع ملحة بصل نضع ملحة تصدر يضع ملحة ملحة نقوم بتسجير ملحة نرى الى الان صحيح ملحة تصدر الى الفلك من سلق و من السلق اضع ملحة و نضع كرم وحتى توصيل هذا هو طبيعي نخلطه بجود حبات بيض و 3 يجب أن نفرح في المشكلة فهو يزيد الفروم الأشغابي بشيء يقرأ في نابل سلقك سوف نجغل هذه المشاهدين نتلاقى بكم بعد الفاصل المرأة النكدية هي التي تنتقل والمرأة الطيبة هي التي تسامح أما المرأة الذكية فهي التي تتجاهل تعلم سيدتي كيف تتجاهلين في هذه الحياة موضوعنا لنهار اليوم هو المرأة النكدية والزوج العصابي وربي بعد علينا وعليكم الزوج العصابي وبعد عليكم المرأة النكدية أستقبل معكم الأخي الصائب محمد فرجاني والأستاذ الجميع تحب بيك محمد شرص لي وتنور لي في هذا البرنامج كالعادة بنصائح ديالك القيضة السلام عليكم وليح كل المشاهدين كرام كل عائلة الجزائرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتون يكونوا ملحة إن شاء الله بيش فيه جميع مرأة تكون واحد عنه مرأة ويرحم كل مية تعنده عزيز كنت يصبرهم إن شاء الله آمين في حياتك أنت رجل عصابي أم لا لا؟ أنا أغطب هادئ هادئ نعم أنا كنت قلت في إحدى الحلقات بيكون عندنا رجل هادئ تعطينا أم سعيدة تعطينا بيت هادئ وبيت هادئ زائد زوجة سعيدة يعطونا أطفال مرتاحين صح أبو تحية الأمي يعني تحت الأمي راي توفي دعنا مباشرة حييها أب محمد فرجاني ويرزقها على حجان شاء الله أمين 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 زوج المتفاهم نعمة في حياة كل مرأة أكيد الزوج المتفاهم والزوج الهادئ أحيانا لأنه نحن معنا نشكلين صح نحن نعطوا نحن نصيبه نحن نغضبه نحن نقلقه كل مرة كيف ولكن بالعمر نحن لا يكون أي رجل يكون حكيم أي مرأة يكون مرأة ذكية كونتون دوت نتحصل على ألوان حيوية تصل إلى أكثر من مليار لون أوكي جوجل الدكاء الإصطناعي المدمج في جوجل تيفيلي ستريم يخلينا نستمتعوا بتجربة مشاهدة مميزة ومحتوى مخصص لكل فرد من العائلة مينيلاد ستريم عالم من الألوان وخمس سنين ضمان كون عندك زوج عصبي زوج قنق وش هي المشاكل اللي يسببها في الأصار؟ حسنا.. الفضيلة ع Army لتكلم distur família ما هذاTIONة لي لمburseها أن يبقى المرأة لماذا邪ودي قلق ومي blueprint كثير لغضب حسنا نتحصل التي أشهر أن المرأة هي بها مرتدة يينت المشكل في المرأة المرأة تحتوي مشكل تشهل رجال أسباحتها العشرة ومع ذلك معصب ومقلف وعجب ما يعجبون أكيد نحن دائما نرجع للحالة نحن نبع لك كم المتابعات والمشاهدات لأنهم يشوفوا فيها على بلهم بل كي نرجعون ومقلقوا وعصبوا أكيد أكيد كما كان الرجال يغضب كان مرأة كبيرة ومعنى أننا قلنا ومعنى أنه بشر راجل يقول لها ذلك المرأة ماذا بها تحتويه تعرفوا هو السبب نحن نرى أن الزوج يكون عصبي ومقلق أكيد أنه من الأشياء التي يدرها هو يكون عنده يقدر يكون عدواني يقدر يطلق الألفاظ يمكن أن يكسر حاجات يقدر يخبط يقدر يضرب أولاده يقدر يضرب حتى الزوجة يقدر مثلا يهمي المسؤولية في ذات اليوم على الأسرة يقدر يدري الغضب يخلي أنه لا يقضي مثلا لكنه لا يمكن أن يخلي الدار مثلا نحن نقول لا الراجل عندما يكون في هذه الغضعيات كونيك حلوم الأول حل يكون في أن الراجل عندما يحسر أن يقلق أكثر عنده الغضب يحاول دائما أن يبدل الوضعية التي يكون فيه يكون في دار يخرج البر يشمع ويعبد ورزع حتى يذهب إلى ذلك الأخلاق يتوضى يصلي زجرة عاد يستخفى رب يقراش في قرآن على الأقن يهفت ذلك الثورات لأن الغضب النبي عليه السلام يركز والدين يركز على أن الإنسان ليس ملح يغضب الغضب يأتي بالأشياء السلبية يقدر في محاة غضب يطلق مرته يقدر يضربه مرته يقدر يضربه يقدر يريده أي شيء وبينما المرأة يجب أن تبحث عن الراجل جمعا خصوصا نعرف أن بعض المهن عند الراجل هناك لبعض المهن فيها احتراق نفسي فيها تعب فيها ضغوطات بعض المهن مثلا يكون هو طبيب يكون عنده ضغوطات يخدم مع الشعب ومع المجتمع يقول لك أنا بره لم يقدر نزيد الردان ونلقى مشاكل وهي لم يكن مشاكل هو الضغط يسبف الزوجات لأن الغضب يقدر يكون فيه كاسيمة ويزيد كيمان غضبين بره ويزيد يجب الداخل أداد لك نقطة مهمة يقول لك يكون ما عندك صدرهم راجل أكيد المرأة فانية تحسن عون رجلها مثلا الرجل لا تقول لك أنا نجب لي نابر نعصبور وتقول لك رحمة نجب لي بسي فدب الله ذي الحاجة وبسي فقضي ذي الحاجة هو ما عندوش المرأة يجب أن تكون متفاهمة لأن درجة القلق أو الغضب تتطور قد ما يكون هناك معاناة أخرى لعدم تقبل أو تفاهم الطرف الآخر الذي هو الزوج الزوجة ودخل عليها وتخرج أمولي يدرب قدامك أمولي بس عليهم أنا ناكل ونشرب ونرزقنا رب سبحانه ورحمة يعني تفكروا في كلام رب سبحانه وتقولوا كما نزل أنا ساكني كالناس لم يساكني على برا لا تلعيش لا يردون تفكروا أنه ربيطانا سترة هذه الأشياء يجعل الرجل يتهفت ثواراته والغضب يمتص أنا بحك في هذه نعم بالإضافة أنه عشاج القلق والعصبية عند الزوج بيد المرأة أحيانا كثيرة هي التي تطف في صورار الغضب وصورار القلق ديانه لا تكون هي الزيت الذي يصب على الأنهار وبعدها تشعل قلت كلمة مهمة وفريق الإعداد قال كلمة مهمة المشاكل المادية أحيانا هي أن يدخل الرجل العصبي وقلق يدخل للدار وتقول وقال ما جبتش هذيك وهي تشاهد تليفونها وبعدها تشاهد الناس عايشين حيات السوشيال بيديا رحوا للمالدف ورحوا كذا وبعدها تقول أنا ما رحبتش وكذا كلها عوامل تنهب على العصبية العصبية أكثر هو هناك جفاء هناك جفاء علائقية وما هو الجفاء العلائقية كينا رجل يقضي قائب مرته يشري لها يشري لولاده ولكن هناك جفاء عاطفي هذا الجفاء العاطفي أنه المرأة يقضي قوانا في الدار ويقضي قوانا هي قبضة كونكتي وتعيط ويعيط بعضها هذا كالبلاغ العاطفي تلبى أنه في حاجات البيولوجية أو حاجات أخرى مثلا ما ولكن الرجل في حياته وداء دار كان عندي معا خابته وخياته ولكن زوجي نستقرت نحاوس على أشياء التي تكمني في العاطفة لأن الرجل كان صغير لما يدل أحيانا لملا والإنسان أنه حد المرأة أنه تقول لك أنا نروح لزوجي نعيش حيات رفعين يفهمني ويتفهمني بينما هناك استدام كما ذكرنا في الموضع السابقة أن المرأة تكون عايشة أحلام يقضى هو أحلام يقضى يكسز يكسز بغير يقسوا بعضهم تتكسر لأنه لا يوجد تفاهم الأخير قادر يقول لك ما هي تشعل تقول لك معنى عني وهو كذلك هناك احتدام في العلاقات يجب أن نبسط الحوار وأن نتفهم الطرف الآخر لا تكون مقلق لا تذهب كيف تذهب الزيت للنار وإنما تهفت سي جبل ويطف ذلك النار كيف تطف هل تقول لك أنه يجب أن تذهب ويطف ويطف الأشياء الملحة أنه يجب أن تذهب مع صاحبك يموالي يتدور معه عايط له ويسو سقسي وكانوا يتباهد بطريقة ذكية ويطف 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 ويجب أن يكون عايط الكشو من الأصدقاء أو أوليد ويقول صاحب بابا يقول أنه يحب بابا يستحقق بمعنى أنه تلم بينما المرأة المتهورة المرأة النكادية المرأة الحساسة المرأة الحساسة وكل شيء تحوص تعقب على عندها وكل شيء تحسس له ومعنى عنها أم يهزر عنها يقول أنه يتبكي وطب وطب أبوكارها. ويزيد درجة الغضب. ومع ذلك. وراجلها تمشط راجلها تتطرفين مروحها تستقبل زوجها. لأن المرأة الجميل جميل زوجها. لان المرأة عندما يروح للزوجته يرقى ذلك الراحة والسكينة. وعندما ينقى عجوز الشمطة ويهرب. أكيد عندما يجب أكيد يكون ملجأ آخر إما بالعنف. إما يكون بالعنف إما يكون يلحق للطلاق. إما يكون بالخيانة. لأن كثير من الأشياء هو سبب المرأة كذلك. لأن المرأة غير متفقنة وكأنه لا يمع رجل. وكأنه في معركة صراع أو حرب. وكأنه يجب أن يكون نزال. والأقوى من يغرب يعني. والأقوى في الكلام. الأقوى في الفوضى. الأقوى في العنف. الأقوى في السلوكات الغير عادية. وهذا خطأ. لأن الأطفال يرفضوا على وديما بالأشياء للأس. هذا الزوج العصبي أنت حملت المرأة جزء منه. نحن نذهب إلى الزوجة النكادية أو العصبية. نحن نقول الزوجة العصبية. الزوجة النكادية. نعم. الزوجة الناجب أن الزوج كذلك أن يتفهم المرأة. من الأشياء التي تفهمها لأنه يخفض ذلك الضغط الذي لديها. يسمع لها. ما يسمع لها؟ يجب أن يسمع لها. ما يسمى بالإنصاد الهادف. أو هذه النقطة. نحن نقوله. كما قلت. كما قلت. كما قلت. أنا من الكفة قلت. أنت أنا أجل ضد المرأة. لا. أنا هذا الموضوع علميا موضوعي. أن الرجل كذلك يجب أن يجب أن يسمع لها. يجب أن يحتويها وفاني. كيف يحتويها؟ بالإنصاد. يجب أن يسمع لها. يجب أن يسمع لها. يجب أن يسمع لها. يجب أن يسمع لها. حاجة عادية. أنت عندك الكوراج. أنت نبس عليك. أنت مرأة كوراج. ويخفض ذلك الثورات بالكلام الحلو. بالإضافة إلى شيء الثاني. يستطيع أن يجاملها. يقول لك شاب. ليس مرأة طيب. تناع. شاش باب. يجب أن تفهم الرسالة التي تقبلها. ويحتويها. حتى دارتها كحلة كما نقوله بالعامية. ولكن غض النظر. يجب أن يغض النظر على ذلك الشيء. مثلاً يروح ويخليها عبدي ويقول لها. يقول لها. ويقول لها. ويقول لها. سمعتك مقلقة. غير الخير. كذلك. وهو عرب يقدر يكون هو مثلاً. فالصح هو أي حصل في دارتها. حصل في حاجة. لي باش يخفض ذلك الثورات. يقول لي باش نعاونك. مثلاً. وش حبيت نحط معك. نحط معك كم قلقة. يقول دارتها. يجب أن يقعد معنا. نقصر معنا. هذه الحنانة وهذا التواصل يخفضوا الثوراتي عنهم. أحياناً كثيرة ومرات كثيرة. سبب النساء اللي تكون عندها نكادية هي كثرة الضغوط. يكيد. هي أنها تبغي تحمل كامل المسؤولية. يكيد. تبغي تكون الأب والأم في نفس الوقت. يقول الإمرأة رأيته فيها. يقول إليها فقط الدورة ديالك. دور الأم. دعني المسؤوليات يقسمهم على الزوح. ليس بالضرورات تقري دراري. وتدعهم للمدرسة. وتأتيهم. 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 وتأتيهم للمعلماتهم. وتقصيرهم. يقرأ. اقسم المسؤوليات. دعني هو يقوم بواجباته كأبد. دعني هو يقري معك دراري داخل البيت. هو يددي أولاده للمدرسة. هذا جزء من أجل المرأة لرهيش نكذية. لأنه أحيانا النكذ يأتي من كثرة الغوطان. من كثرة المسؤوليات عليها. نحن نقوله حتى الرجل حتى المرأة. كذلك نقوله بمشيغة الرجل المرأة. رأي كان مستوى آخر. اللي هو الجيل اللي لو طالحهم أولادهم. أولادهم سيكونوا يتقمصوا نفس الأدوار. لكنهم كانوا سلوكات مراضية. سيرفضون عليهم. لكن تصرفات غير عادية. يرفضون عليهم. أبي يكذب ولدهم لا يخش يكذب. أم تكذب ولدهم بنتها لا يخش يكذب. أم تتسب رجلها. كيف الطفلة تحترم بابها وتحترم عماتها وعمومها. أم تضرب رجلها ولا رجل يضرب مرته. كيف حبيتي الطفل لا يضرب أصدقاء أو في المدرسة. ويقول لي سلوك وعدواني. كيف حبيتي لا يمص الطاقة السلبية والتصرفات. كيف حبيتي لا يمص الطاقة السلبية والتصرفات 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 والتصرفات. ونظر الحصولات تشفى مني. كنام جدا وكنام راقي. أنا شكرك محمد الحديث معك شيق وممتع. نتمنى كل النساء وكل الأزواج اللي راميشوا بينا يستفادوا. كيف حالنا نستفادوا منكم ومن تجاربكم. أنا أقول لك يعطيك الصحة محمد شكرا جزيلا. نقول فقط للمشاهدين ونذهب هذا الفاصل الإشاري ونعود. عودة مجددا إلى شفتة نادية والواجبات اللي حضرت عليناها اليوم للأطفال الخاصية. صار نشوف الفواكه. يلا تطا نادية. اليوم جبنا أربع فواكه اللي نحبوا نوصيها دي كمبوت لليزنفون يعني للأطفال. عندنا البانان عندنا أفوكادو. عندنا الدفاح و عندنا الكيوي. هاد الفواكه غانية بلا فيتامين سي. اليوم خيرت باش ندير للكمبوت تاع الدفاح. واش نديرو نشندو تفاح تاعنا. ننغسلوه. نشندو نقطعو البراج. ونحطوه في الكاسرونة يغلي لمدة خمس دقائق. ما نزيدو له حتى عجب. ما نزيدو له السكر. ما نزيدو له. حتى إضافات. حتى إضافات. حتى إضافات. كي نشوفوه. ندخلو الموس وصيبو طاب. نشدوه. نخليه شوية يبرد. ونجوزوه في البلندر. واشنو ننصيحتي للأمهات. يعني تقدري يديني. بعيظم تيلو تا تفاح. واشنو البوكال تاوعات البلاور تعقميهم. 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 كيفاش تعقميهم. تغسليهم بطبع. وتحطيهم في قدرة تعلمة. وتستيريليزيهم. حتى يستيريليزيهم. حتى يستيريليزيهم. 20 دقيقة. شدي. حطيهم يقتلهم. وعمري لا تفاح. يعني 15 يوم. ما تخافيش. هذا هو صحي. ما دلنا له محافظ غذائي. ما دلنا له والو. صحي. ما دلنا له. أنا فقط نصيحكي للأمهات. بلك عندي حق بلك ما عنديش. لكن بلكم تشروا حاجة من برا لأطفالكم من رضع. أيا كانت. يكتبوكم باللي بدون مواد حافظة. لكن هي لا يوجد أي منتج برا معبأ. ما فيش هذه المواد الحافظة. وما فيش إضافات. انتي فقط في بيتك تحطي حاجة داخل التلاجة. يومين تلقيها في ازداد. طبع أدراك منتج آخر يروح من المحل لمحل. ويقعد شهورهم بعد يوصل للطفلك الراضيع. أقل من سنة حاولي قدر الإمكان أنك انتي في البيت تطيب له وتحطي له. أحب التفاح كما هذي. كتجي بهذا التفاح الصغير. بتاع بلادنا تحكم غير واحدة كما هذي. وتصنع له كومبوت بشكل يومي. تشيل له أفوكادو. قولوا بليل أفوكادو غالية. لكن غانية بالفيتامينات. غانية بالفيتامينات. ليس كل يوم سيأكل واحدة. واحدة كما هذي تشد لك بالك ثلث أيام. والأربعية منحكي لك في تجربتك كأم كيفشكه تندير. مع أوليدي كيشير وحدة كما هذي. اليوم يأكل شوي غدوة يأكل شوي. بعد غدوة يأكل شوية. أيامة اللي مراها مبدل شوية. لا تقوليش هذه غالية. لكن فهو يذهب بزاف مليحة للأطفال. كي تبني طفلك حجرة حجرة المخد يالو. فيما بعد ما ركيش رح يتشقاي مع الدروس الخصوصية. مع تشدة الانتباع. مع قلة التركيز. تلقيه وهو صغير دجارة وبدأ يفهم عليك. كل هذ الفواكين يجبتها اليوم. تقدر يتمديها للطفل للراضيع ديالك. كيما هذي. الأفوكادو ابتداء من أربعة أشهر. تقدر يتمديها للراضيع ديالك. تفتحيها وتهرسيها. بعد هذيك. أنا كنت كنت ندير تاتا ديالك. كيل حق ستة شهور ثمان شهور. الأفوكادو نزيدها مع مكونات أخرى مثل البيض. مثل السمسم المطحون. ونزيد لها زيت زيتون لأنه زيت زيت زيتون مهم. البانان رام يقولوا لي ما تطولش. لكن بغيت نعاون شوية فقط الأمهات. لأنه هنا ثاني في هذيك الفترة أقل من ساناك. ونحصل وما نلقش وشو نوكل. ووليدي صغير. البانان تقدر يتمديها له ابتداء من ربع أشهر. الكيوي نفس الشيء ابتداء من ستة أشهر. تاتا نادية وشكرك جزيل للشكر. أنقاكم بعد الفاصل. وكما يكونش مرتاح معنة هاره مجدنا مفاجأة. مزيك عين حفظات كامبيبي. تتميز بامتصاص أسرع. بالنورات شديدة الامتصاص. وحواجز إضافية ضد التسربات. كل ما يحتاج الطفل لحماية مثالية للبشرة. استعملي كامبيبي باش تضمي الجودة ويكون بالك دائم مرتاح. لكل طفلين كامبيبي. مرحبا بكم. اليوم عنا متوجدين في برنامج ماي فاميلي. معكم مادام موسى وينسيل ممثلة شركة فيفاكوس. اليوم راح نشوفوا ما هو الفائز أو الفائزة بإحدى هذه الهدايا. معنا دراجة، فوسات، أنيكس بوك، ماشينا لافي، بيتران، وميكسر. بالإضافة إلى عمره. ألف مبروك للفائزة لهذا الشهر في مسابقة فيفاكوس. يشيخي نسرين. تحصلت على الجائزة إكس بوكس سيري أس. ألف مبروك. موسيقى وصلنا إلى ركن طفلي يتعلم بلما نطيع وقت. نشوفوا هات التقرير لرامة واجد معنا وألقاكم بعد هات التقرير. موسيقى موسيقى ان شاء الله تكونوا كامل بخير اليوم دلت لكم هاد الفيديو باش يجوزوا معي روتيري الصباحي باش نوري لكم تانيت وشكيليت ونحكو باش ندير وش ندير ام بعدها بان دوكا راني بعدها ناكل احنا في دو باتيسخي واحنا يعني نشرب في شوب كافي او دوركا كيما لكم ذكرنا الصباح وحنا في الصباح نخملو شامبرتنا ونكونسو هاد خيط خبية وندلو لها ريحة شابة باش نخرجو منها ونبدلو حواجنا بالما نخرج راح نستفراشي ونخمل شامبرتي وثانيت نعمل ماما ونغسل هاد ومالي شوب الكليد فيهم وننقلها كامل ماما باش تفرح وثانيت باش نخرج تشري لي كامل مش نحن وبدأ انا مشي غير نجي نخبيهم نوريهم للاصدقاء تاعي تاعي تاليوتيوب انا لحقت لفنت على الفيديو ان شاء الله ستكون عجبتكم باي باي موسيقى 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 ويوجد أطفال مدمنين للهاتف لذلك يرقضوا وينوضوا بها هذه ظاهرة العصر واذا نقول لك أنا من هذا المنبر لازم تعرفي باللي علاقتك بينك وبين ابنك كشارة يعني إذا زيرت عليها رايحة تلقطع من هذا المنبر واذا نقول لهم المنع لازم ما تمنعيش على وليدك لا تحكي مش تليفون بلعيات والصراخيت وباسكو كل ممنوع مرغوب واذا يجب أن تحاولي تقعد مع وليدك لفترة محددة يعني لمدة نصف ساعة أو ربع ساعة في اليوم تشوفي وش رايحة يشوف وليدك أعلاش كيتعرفي السلبيات اللي عتمدها الشاشة هنايا راح تحاولي تنقسي من هذوك السلبيات شراءت إي في تيهم كغيمو هذوك السلبيات لوليدك الباسكو ما تليقش بديننا وعاداتنا وحتى بثقافتنا لازم نعرفه باللي كيما نعرفه باللي الاستعمال الهاتف لأقل من سنوات ممنوع من عام بات سن أعلاش لأنه أقل من ثلاث سنوات ثلاث سنوات أعلاش بسكو هذا كليفي راح يأثر راح يكون عنده تأخر لغوي كل ما يكبر وليدي باسي تخازن يعني 13 سنوات وهو مدمن على الهاتف هنا راح يولي له تعديل السلوك يعني يخرج عن سيطرتك صحة أستاذ ريم كثير من الأمهات نشوف أطفالهم سنتين ثلاث سنوات سنوات تقول لك هاي تطندي معي تقول لك أنا أوليدي تعلم لغات على التليمات لكن أنا عافيك هنا يا هاي تطندي حبة وقيلة الدخل تفضل أنا مختفى لك كأن بعض الأمهات يعني باش يخدموا شغلهم يعطوا تليفون للتف تعديد وموعة 18 شهر تخلي له تليفون باش يخليها تخدم شغل 18 شهر تصيب لك تليفون لو ديرون صح صح يعني أنا كل أم راهي دخلته ضمن الروتين اليومي لأطفالها ومن هذا المنبر أيضا نصح بالنصح كل أم تستعمل الروتين يومي لأطفالها يعني ماشي تولتان ماشي كل وقت ترميلوا تليفون يعني يعني يعود يعيد ترميلوا تليفون ولا يقول لها يسيطر عليها يقول لها أعطيني هذه الحاجة بالسيف تمدها له لا لا وش لازم نديره هنا يا لازم تفتدير له روتين يومي هذا روتين يومي يكون متعدد يعني من دراسة من ألعاب من حساب من تلوين من رسم إلى آخره وبدو ضيفي له تليفون يعني كلمسة كما نستخدموش أيضا تليفون قبل النوم كيفاش لحقلوا الفكرة هذه قولوا باللي الهاتف هذا يا قبل النوم استعماله للصغر أو للكبار رح يخليك بكوابيس رح تنوم كوابيس هنا يا أوتوماتيك ما الطفلة يخاف طفلة يخاف قالوا عنتي وش ديري تكوني ديجا أكي استغلتي والوقت قبل النوم صحة ريب صحة كثير من الأمهات للأسف تقع في مشكلة أن الطفلة ديالها رجع مد من تليفون الحل حل جبتنا اليوم مع الأطفال حنون كمية بش الطفل ديالي يتخلص من إدمان التليفون والشاشات أيضا بماذيها تليفزيون أنا نخليك مع الأطفال يلا أماريم نقول فقهة الأمهات دي عندها طفل مد من هاتف ولا مد من شاشات مع الأحصائية رجبنا لكم اليوم زوج أطفال كل واحد فيهم مد من على الهواتف النقانة وعلى شاشات باختلاف أعمارهم نعم باختلاف أعمارهم كما نعرفه بالنائب والأنشطة هما لغة الطفل الأولى بهم يقدر الطفل يستوعب ويزيد معدل بتركيز بتاعه أنا وش خيرت في مكان ما أنه يستخدم الطفل الشاشات نعوضهم له بألعاب يعني تقريبا للألعاب الإلكترونية مثلا استعمال الكتاب الذكي أو استعمال الريمبوي هذه رهي موجودة بكل المحلات هذا العام رهي تون دونس داك هذه اللعبة هذه سموها لعبة الريمبوي كيفاش تكون طريقة اللعب التحر باستعمال الأصابع يعني أصبع واحد من اليد اليمنى أو اليد اليسرى ونخيره عندنا عندنا وعندنا الداخل داخله أمبالون لبلوطة بالألوان يعني الطفل وشي دير بأصبع واحد فقط يحط كل لون حسبه لسفل دياله يعني حسب الدائرة دياله نحاول نشوفه مع محمد هذه ابتداء من أي عمر ريب؟ هذه ابتداء من ست سنوات يعني حتى طيف ست سنوات ويقدر يخدم بيها لكن بارك طيف ست سنوات ما بين ست سنوات وعشر سنوات يخدم بيدين يعني باليد اليمنى واليد اليسرى أكبر من عشر سنوات يخدموا بيد واحدة فقط سواء كانت اليمنى أو اليسرى نشوفه مع محمد وشه تديرنا محمد اليوم؟ تحاول تحطينا كل لون ضمن الدائرة المحددة عليه هاي نشوفه وهذه القرى العجيبة وين تتبع في المحلات؟ تتبع في كل المكتبات مكتبات اهه نحاوله يعني محمد راهو عمره 12 سنوات يعني أفوق عشر سنوات وش نديره هنا يا يستعمل بيد واحدة فقط باليد اليمنى سمحيني ريب من قوة راهو مذمن هواسير تليفونه وقدامنا اهه تليفونة هادك شاولك فافاك ولا ما معنا عمك بياد نحاوله نحن نحول الهاتف ونستبدلوا الهاتف هذايا بلعبة الريمباي هاي يا محمد حاولت تحطينا انا قبل وش ندير لازم ننسي نخلطهم ما نخليش نفس اللون في نفس الدائرة هاي لك نحن بنفس بالإبهام فقط باستعمال الإبهام هاي محمد حاولت تحطينا كل لون بالدائرة المحددة له مليحة هاد مليحة ثانية للأزواج بيد واحدة فقط محمد مليحة أيضا للأزواج اللي ظنوا مرقشوا على زوجاتها هاي فهمت محمد وش هاي اللعبة هاي نشوف هاي بسرعة هاي بسرعة ريب ما سمعتيلين رهو مركز هكي تستخدم ولا نحن مع تطاناديا قتلها هاي بكل البارو هاي الأزواج اللي ظلوا نقرشوا على زوجاتها حتى موضا جيوا مسعيبة بعض الشيوية اهه حتى جيوا مسعيبة بعض الشيوية بعد أقول لهم بيش ريتيها تلاس لغيزي وسيوف يوهدت تطاناديا هاي محمد هاي صعب التعليق الشوية هاي يستهرق وقت بشي حلاء يعني انت يا حاول يقدم استعمل وقت معناش راهي مني حالي لان انت راك يتعاوضينه ما لش نتجاوزوا هذا النشاط شنو راح نجيبوا نخلوا محمد معها راح نجيبوا معك محمد اوكي هاي نزيدوا نشوفوا نشاط ثاني اللي هو الرياضة الدماغية ولا ما يسمى بالبرينجيم البرينجيم هذا ولا الجنباز العقلي الجنباز العقلي يختلف فيه رقص يعني حركات اجراء حركات بالجسم او حركات بالأيدي نشوفوا مع آنس هذا التطبيق باستعمال يعني وش كان عندك هاي لك الواقع يعني انتيت رسمي وش حبيتي حسب الأعمار هاي لك وبعده هو يتبع وهو يتبع نعم وعندي هذه كذلك نوع من البرينجيم لكن كيفش تكون اللعبة التحهادي هذه اللعبة الأولى والبرينجيم الأول هي استخدام قطعتين كما تحبي يعني القطعة الموجودة عندك تحبي تديري حتى مغرفة مغرف صغيرة وتحطيها التبعي يعني بنحاول نحن استخدموا الأنشطة الموجودة عندك في كل بيت نشوفوا مع آنس هذا النشاط هاي آنس باستخدام السبابة والإبهام فقط ما يستخدم ليش كامل الأناميل توعه يستخدم لي فقط السبابة والإبهام بهذا الشكل تبعني آنس يعني بهذا الشكل ونشوفوا التتبع ديالو كيفشيكو أسكر هاي تبعني لما آنس توقف آنس هنا وش راني يشوف باللي هو لكثرة نظرا لكثرة استعمال يد اليمنى اليد اليمنى هنا في استخدام البرينجيم راهي أسرع شويرة من اليد اليسرع اليد اليمنى راهي في المرتبة رقم هاي خمسة واليد اليسرع راهي في المرتبة رقم اثنان فقط هنا يتعرف نزم يكونوا تتبع متوازي كي تلحقي التتبع ويكون توازن بين اليد اليمنى واليد اليسرع هنا رح نتوقفوا ونبدلوا له التطبيق أحسنت آنس نروح نشوفوا التطبيق الثالث وش فيه باستخدام الدائرة تمثل كي كذلك يعني استخدام اليدين الدائرة نمثل اليد عمودية مغلقة عمودية والمربى نستعملوا اليد وفقية مغلوقة يعني هكذا ونشوفوا هاي بهذا الشكل آنس عندي دائرة بهذا الشكل والمربى بهذا الشكل هاي آنس هاكذا 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 هذا التباز العقلي نعم هذي أصعب بشوية هذين استخدموها أكثر وشوفوا بزاف هذه الإشارة لماذا؟ هو وش تبع؟ توقف آنس هنيا وش در هو؟ كي شاف باللي العمود الأول استخدم فيه ضائرة عمودية استعمل كذلك اليد الثانية بالضائرة وش در؟ قلق لي يديه يعني هذي الظاهرة تجنبيها أطفال يديروها الأقل من عشرة سنوات كامل يديروها لازم تجنبيها كذلك هاي نعيد التجربة مرة أخرى أحسنت يا باطل لكن نعيد التجربة هاي آنس ما زال عنده العاكس لأنه لو يتم بعد دائرة مع الوسطين نعيد آنس هنا في هذه الحالة على أن أم تخلي اللي ابنها يلعب هكذا أحسنت المحاولة للتخلص من إدمان الهاتف نعم يلا آنس عاود لأنه كل طفل يستعمل لا هاي هاي أريد حكا عليهم كمت هاي آنس إذا هذا ما زال ما جباش ما زال ما جباش كانت الأصعب بشوية لكن هو كيف يجيبها شكي وصيب بالخطأ وش يدير؟ شغلت ولي عنده تحفيز يزيد بيحاول مرة أخرى شوفه شوفه لي ما نيختر وكيفاش هذا هو الهدف من هذه اللعبة شو ما تسعبه له كل ما تزيد اللعبة بريتو يكون عنده تحفيز أكثر مليحة هاي روحوا للنشاط الثالث ريب نشاط نشاط الثالث أيضا أنا وش حولت نشاط الثالث هو استخدام الحساب يعني الحساب بسكر كيما أنا عرفو كام الأطفال يحبوا الأرقام من اللي يبدو ينطقو وما يحسبو صحنا وش نديرو في الحساب هنا أنا خيرت لكم اليوم استعمال الحساب الذهني ولا الصوروباني باستعمال المعد هات أراهية متواجدة في كل محلات لكن لازم له مدربة وإحنا كيما نقول لنباهم دي لفظوك واشو لو يشوفو يدخلوا يدهم واشنو كيما يلقوش نتيجات لا يلقوش نتيجات على الصوروبان على الحساب الذهني يخرجوهم مهنة واشو قلوها لازم لك المداومة مداومة اه هاي لازم المداومة إذا ما كانتش مداومة وليدك ما راح يستوعب هنا هي هذا الاستعمال الحساب الياباني واش فيه الصوروبان يستخدم بهذه الآلة ونبعد واش نديره نحول الآلة هذه ونسيه معه الحساب ذهني يعني واللي يتخيل هذي كل هذا كل مادة الصوروباني بفالة يستخيلها بفالة نحاولوا معهم في اثنين هادوما من هادوما أطفال صوروبانيين هيا من حسن حظام هيا أقعد هيا عندكم أول حاجة لازم الجلسة تكون استقامة الضار ركبتان تشكيل زاوية قائمة هيا نديروا عمليات بسيطة لأنه صوروبان محدد بمستويات نعاود نديروا بالمستوى بلك تغشيرهم هيا هيا تصفير غمضوا لعيلك استخدام عمليات يعني من ديلي لخمس طوابق صاحب لهم 10,999 ما سألوا ما لحقوش صح معلش حاملي 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 800 و 97 نرض ما زال ما لحقولو سألوا نديروا إجراء عمليات الجمع وطل وطلع لهم فقط أنا بغيت أنه مصعب لنا شوية هاي نديروا كريب أنا بغيت نمزح فقط معك يا رائب معي يا أوتن تصفير وش معنا تصفير؟ يعني تصفير المعدد ذاك رجع إلى الصفر رجع إلى الصفر رجع إلى الصفر مثل الحسبة هيا 3,1,5 ناقص 2 ناقص 2 ناقص 5 صفر تخيبية نزيدوا عملية أخرى نشد كالكولات خيز ها حي لكن كتشد كالكولات خيز نزيدوا صعبوا شوية يلا صعبوا شوية تصفير هاي 5,5,5,1,1,3,3,3,9,9,9,2,2,2,2,1,1,6,6,6,6,6 نعيد عملية بسيطة هاي نعيد عملية بسيطة هاي تصفير شوية يا ريم نديروا المئات لألاف هاي تصفير 5,445 4,000 ناقص واربعمائة واربعم وخمسون ناقص 2222 ناقص 1111 ناقص 5555 ناقص 555 ناقص ناقص 1111 شو؟ أحسنت ناتج حلقتي ناقص 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 لقد أصبت آنس محمد قال نتيجة صحيحة الإجابة هي صفر صفر ناقص محمد صفر محمد 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 ناقص 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 محمد ناقص 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 محرس محرس دقيقة فقط ناقص 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 محمد ناقص 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 محمد یعم ناقص ناكص هادو الاطفال يروحوه بغيت نهدي لها مهدية من بيفاكوس شكولي شعرو شباب انتا شعرك شباب ناطيلك سامبوة تا بيفاكوس للاطفال ولاخر ناطيلك بيزوج ناطيلكم معجون الاسنان تا دونتي فريس للاطفال هادو اشنو هادو تا الاطفال روضا بغيت نزيد لها شامبوة هادو هي الجائزة تاك نعطيك شامبوة هادو شامبوة وجيل الدوش تا بيفاكوس هادو 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 جدا انا شخصيا نخسل بيها لوليدي وانتا نعطيك هادو هادو برابا اتعونك على الصروبان ايضا وهادو باش تخسل بيها سنالك الشابين وامتسامتك رائع باش تكون النتيجة الصروبانية بلمسة وهادو هادو يضحك رائع المخرجة مو يضحك انا نبغانش قايقوة عقل لماذا بضحك؟ ضحك عنها الفشل توجو عند الاطفال اقل من عشر سنوات كتشوفين الفشل تتطبيع يبدأ يضحك هادو يضحك هادو يضحك هادو يضحك هادو يضحك موسيقى موسيقى وهذا الكمبوت صحي وكالعادة انا لازم ندوق ونعطيك النقطة وش حالة تطني كونبوت بسح ماشي كان نتركزوا الكاميرات وأنا ندوق صوروا شوية بسم الله موسيقى 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 سوف نأخذه بشكل صحيح رأينا وصفات صحية وصفات مليحة للكبار والصغار رأينا وين تاجين السلق للمرأة الحامل التي تستطيع أن تأكله في الشهر الأول والثاني والثالث والرابع وهو عبارة على حمض الفريق مئة بالمئة رأينا كومبوت للأطفال كيف يستخدمه في البيت عندما تشري هذا كومبوت لكل مواد مضافة وشوفنا ثلاث فواكه صحية يقدر يأكلهم طفلك الرضيع ابتداء من عمر أربع عشر الأبوكادو والبانان والكيوي تطريد يعطيك صحة كالعادة في القمة أنا بقريش وقت فقط لازم نشكر أثاث الحجار على هذا الصالون الجميل الذي رفقنا دائما في ديكور ماي فاميلي نشكر جدا فريق برنامج ماي فاميلي فداء من الميسرو المخرج جابر إلى المصورين لازم نحفظكم اسم باسم المرة الجاية نرمولي اسموات الفريق اللي راهوا معايا في التصوير نشكر شرف بلاطو سيداني فريق الإعداد مريم كل اللي كانوا معايا في حلقة هذا اليوم أنا بقريش وقت لكن خلوني وقلكم إن شاء الله ربي يحفظكم ربي بعد عليكم الهموم والأحزان إن شاء الله كل واحد نوي حاجة خير إنما ربي يكملوا بها ويوصلوا لها بأمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة قدم لكم هذا البرنامج برعاية ستريم العلامة الواحدة التي تقدم خمس سنوات ضمان على تلفزيوناتها هذا البرنامج برعاية ستريم أول تلفاز مينيلاد في الجزائر بإضاءة أكثر دقة وقوة ودرجات تباين عالية ومع الفلتر كونتون دود نتحصل على ألوان حيوية تصل إلى أكثر من مليار لون الدكاء الإصطناعي المدمج في جوجل تيفيلي ستريم يخلينا نستمتعوا بتجربة مشاهدة مميزة ومحتوى مخصص لكل فرد من العائلة مينيلاد ستخيم عالم من الألوان وخمس سنين ضمان أولادنا يجيبونا الحنانة يعمر الدار بالفرحة وما كاش حاجة تهمنا كتر من راحتهم وصحتهم وكي ما يكونوش مرتاحين ما هنتهارهم وجدنا مفاجأة مزيكا ينحفظات كامبيبي تتميز بامتصاص أسرع بلورات شديدة الامتصاص وحواجز إضافية ضد التسروبات كل ما يحتاج ولدنا لحماية مثالية للبشرة استعملي كامبيبي باش تضمي الجودة ويكون مالك دايمن مرتاح لكل طيفلين كامبيبي